يا صباح الورد والفل والياسمين كل حاجة حلوة يا صباح النشاط يا صباح الطاقة الإجابية يا صباح التشجيع يلا مين النهاردة عندنا روتين جامد من أول يوم النهاردة الخميس واخدين يومنا النهاردة من أوله لغاية آخره هشارككم معايا ما حدش يروح هنا ولا هنا ولا يغير المحط من أول الفطر أهو الصبح من قبل ما نروح الشغل وهروح الشغل وارجع وهعمل الغداء وهنعمل روتين في المطبخ وهنطلع عند حماتي وهتخدكم معايا في كل حتة النهاردة حدت عسل ومغبوزات من الفرد حاجة بسيطة كده وحلوة وحطت وردية كده جميلة أيها حب روء على نفسي النهاردة اليوم مضغوط وفيه شغل كتير اروع على نفسي في أول اليوم وما تنسوش اللايك والشير ويلا بينا نخش الفيديو ونشوف النهاردة يومنا ماشي ازاي هيبقى زي الفل بوجودكم معايا أحلى خوات بعد ما فطرنا وروحنا الشغل بتاعنا وارجعنا على بيتنا والنور قطع وجه يلا بينا نحضر الغداء بتاعنا والغداء بتاعنا النهاردة أخر الأسبوع بقى غدا شعبي حلو كده ويفتح النفس أيوان النهاردة ايه عملتها هو بطاطس قدامكم غسلتها غسلة كويسة وحطيتها في مياه ودي كرنبيطة او ارنبيطة او زهرة زي ما انتوا بتسموا على حسب كل بلد بتسميها ايه حطيت ملح وكمون وشوية مية ورفعتها على النور وسبتهم اللي تين يستلقوه وحضرت بقى جبت بدنجانتين قطعتهم ورشيت عليهم ايه شوية ملح كده فصصت طوم ويلا بينا نحضر الخرطة الخرطة ايه؟ الخلطة بتاعت الكرنبيط ايوة حطيت طوم حطيت قرنفلفل بارد او شوية ملح وهضربهم ضرب طوم ورجحت اخذت منهم شوية هحط التدبيلة بقى بتاعت الايه الكرنبيط بتاعي اه حطيت ملح وكمون وكسبرة نشفة ايه تاني يا بيت يانور حطيت طوم بودر بصر بودر اه شوية اسمه ايه؟ كركم ايوة كركم ركزي الخلطة بتاعتنا سهلة وبسيطة وما فياش اي افتكاسات وخلطة امي ما غيرتهاش وحطيت بتين بس لان الكرنبيط بتاعتي صغيرة مش كبيرة البيض على حسب ايه الكرنبيط مش بكتره على فكرة وحط كباية مية عليها طبعا خدت المية اللي ايه الطوم اللي في الكبة عطيت فيه مية عشان استفيد بايه بقيت الطوم اللي في الكبة اه مج مية بالزبط حط عليه تلات معالي دقيقة اي واحد اتنين تلاتة وهقلب كده بالمضرب بتاعي لغاية ما شوف الصنق بتاع العجين بتاعي دوت يبقى عامل زي الكيكة اكنك بتعملي كيكة بالزبط تبقى ولا تخينة ولا خفيفة كده بس لأ هجيب شوية ايه بيكون بودر وهحط زي معلقة بيكون بودر اللي معلقة الشاي الصغيرة وهقلب بس كده لأ جبت النشا وهاخد معلقتين نشا ادي واحدة دي تلعت نص وهاخد نص تاني كده معلقتين نشا البيكون بودر بيخليه هاش وبيتنفخ والنشا بيخليه مقرمش وطري من جوا هاخد شوية بقى هارسة شطة لان انا ما حطتش شطة خالص هاخد بقى هارسة طول ما انا عندي الهارسة دي ما بجيش جنب الشطة خالص طبعا محبب انت تحط يا اما كوزبرة يا اما بقدونس بس لو مش موجودة عندك ده بقدونس بصراحة اللي خرطته وحطة في قلبي كوزبرة نشفة اللي موجودة عندي بقدونس فحطيت هو يا بقدونس يا كوزبرة بس شبت لأ طبعا طبعا التاصة بتحت المشهورة دي في كل بيت مصري اللي هي محروقة جميلة ولزيزة قالت فيها البدنجان والفلفل قلت عشان ايه ما بوصي الزيت التاني بتاع الكرنبيت يعني نوفر في الزيت شوية يعني يا جماعة حطي تحلع عشان احطي شوية زيت صغيرين بس يبقوا ايه عاليين يغطي الكرنبيتها معي هقلل ايه هغطس كده في العجينة اللي انا عملتها او في الخليط اللي انا عملته هنزل على الزيت بتاعي والنارة عادي عالية جدا ولا تهدي ولا توضي ولا اي حاجة ومن غير ما اقلب هتشوفوا اللون بتاعه عشان الزيت ما غطي الكرنبيت معايا هتشوفوا اللون اللي ابصوا من غير ما قلبت ولا جيت جنبه اهو ولعتلكم الكشاف اهو بصوا متحمر فوق وتحت وزي الفل اللوز اللوز شوفوا الجمال وايه ولا وناشف منبرأ وطري من جوه اهو انا بحبه صغير مش عارفة جي كبرة مني ليه بس انا بحبه قطعه صغير وخفيف عشان يبقى حلو كده وبحب اكله احب صراحة من غير يعيش بيبقى جميل جدا وطبعا الكرنبيت نازل لازم كله بيجرى علي انا شايفة اليوتيوب كله عامل الكرنبيت النهاردة ومش اليوتيوب وكله لا والله العزب بالصدفة اختي كانت عاملة برضو هننزل بقى بحلة فيها شوية زيت والطوم اللي بالفلفل الاغضر البارد هنحمرها عشان نعمل ايه البطاطس بتاعتنا وهحط طبعا معلقة هريسة هريست الشطة الفلفل الاحمر وهنشوح كده مع بعض لغاية ما ياخد لون ذهبي هنزل بالبطاطس اللي انا قشرتها البطاطس دي الجديدة اللي لسه نازلة بس وانا بسلقها في واحدة استوت وفي واحدة لقيتها لسه ما استوتش مش عارفة ليه البطاطسية اللي تلعت نية هتعملي فيها ايه يا نور لكن تهى على جنب الغاية بالليل ان شاء الله هقشرها وهقليها نحمرها تبقى جميلة حطيت كمون وحطيت ملح وحطيت شوية كزبرة بس هي دي بقت صلطة بطاطس اللوز اللوز وطبعا ايه ادي اكلتنا النهار ده كنت هعمل جبنة قديمة بطماطم بس مش عارفة ايه اللي ناس تاني او والله العظيم زي ما بقول لكم كده بكل صراحة بكل صدق طلحت شوية خيار مخلل ونزلت بعصرة لامون وشوية هاريسة وشوية ملح على البدنجان بتاع المقلي والفلفل وتاكلي بقى احلى شوية فلفل بما تعصرها عليهم شوية لامون وشوية ملح كده وجربيها ودقيها للي ما جربهاش اللامون على الفلفل المقلي تحفة 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 ويلا بينا نعمل روتينة بعد الغداء كده تغدينا والحمد لله المطبخ نزيف برضو نوعا ما بس ايه يلا بقى عندي الحيطة بتحت البدوجاز عليها ضهون والبدوجاز طبعا مطرح القلية زي ما انتم شايفين كده اتدمر فيلا بينا ايه نعمل ايه الحاجات دي هبدأ بايه او انا ممكن اخسر شوية الموعين نجيلي تليفوني نجيلي حد هكسل وحطلع لأ هبدأ بالحيطة الاول بتحت المطبخ اللي هي جنب البدوجاز اللي ترتش عليها الزيت وحاسة ان هي مش حلوة وبالفوتة بتاعتي دي من غير ولا نقطة مية ولا زروات مية في الارض ولا اي حاجة هاخسل الفوتة دي وارجع اشيل الصابون اللي على الحيطة كنت الاول خرطوم وغرقت دي لأ الدنيا بقت سهلة دلوقتي الفوتة دي تحت الحنفية اخسلها وارجع امسح الصابون والحيطة بترجع ايه اللوز اللوز ايه فل الفل اللوز اللوز مسجد في الثاني خلاص والبدوجاز بتاعنا طبعا هندعاكو كده الدحكة العادية مش متدمر قوي يعني بس ايه بحب الازازة امسحه كل يوم علشان ايه برضو ترتش الزيت وكده يعني بيبقى يتحافظي على حكتك اول بول كده تبقى معاك نضيفة ومتعزبكيش في الدهم بتاعتها ودي الموعين بتاعتنا مش كتير اللي احنا عملنا بها الغدا احنا ادعكها والحوامل طبعا عشان الزيت ايه الحوامل دي انا مش بادعكها كل يوم والعيون متدعكش كل يوم برضو كل كم يوم كده ادعكهم فالحوامل طبعا عشان الزيت وكده فلازم ايه ندعكها وطبعا الروتين ده تشجير ونشاط كل اللي عندها شوية معين تقوم بقى تشغل الفيديو جنبيها كده وتتنشط مع اختك وتدعكي ايه حكتك وتنظفيها ده فيها قهو البول يبقى بيتك فل شامعة من ورق وطبعا ما ننساش نصلى على رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله وندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا يجبر خاطرهم يا رب ويرحم شهداءنا ان شاء الله وطبعا ندعي لنفسنا ما ننساش ندعي لنفسنا وندعي لأولادنا وكل حبيبنا ويا ربنا يا رب كده كل اللي بيتمنى خير ربنا يدهول يا رب وربنا يبعد عننا الشر ويبعد عننا الحاسب ويبعد عننا الحاقد ويبعد عننا ولاد الحرام وادعي لأولادك وحد يدعي لأولادك يا جماعة حتى لو من ورق قلبنا ما ينفعش برضو يعني على طول ادعي لأولادكم بالهداية ان ربنا يهديهم ربنا يبعد عنهم ولاد السوق يا رب كده انا الرخامة دي انا عملتها ايه امبارح يعني ليسا ندفة مش هشيل اي حاجة ولا هشيل الغلاية ولا السكر والشاي ولا لاي حاجة الحتة اللي انا استعملتها دي انا هدعكها الاول بالسلكة وبعد كده هعقمها بالبخاخة بتاحت دي بحط فيها خل وتيتول دي دول تتول اي هو دوت اه بشتريه سايب من عند بتاعي الصابون وعلى فكرة الصابون اللي انا بستخدمه ده برضو صابون سايل من عند بتاعي الصابون الجراكة اللي عندي خلصت فكت محتاجة فقلت ايه بطول قال لي تاخدي صابون جبت من عنده شوية منظفات يعني فقال لي تاخدي صابون بطول لأ الصابون بتاعك ده ما يحبوش بصحب فيه عرق كده ومش حلو ما بيعجبنيش انا حاليا لا انا عندي صابون نوع كويس خدي جربي خدت جردت بصراحة زي ما انتم شايفين الرغوة بتاعته قدامكم اهوت حلو بصراحة حلو وفي نفس الوقت هيبقى موفرة علي فانا ايه هعبي الجركل الكبير من عنده ايه وانا معدية ان شاء الله على اول شارع نفاتح ويبقى سهل علي فالصابون خلص بصراحة من عندي ولسه هروح السوبر ماركت يعني ده اقرب فاجبت وانا معدية هركب الحوامل بتاعتي كده بصوا بقى الفضو جاز ولا الحوت بقى ماشاء الله بيلمع طبعا كده همسح الارض طبعا بالشرشوبة وطبعا مسحت الظروف وفرجت كل حاجة ونضفت كل حاجة والورد ده غسلته برضو في الحمام وطبعا انا راح الشغل بتاعي مش هريح لا انا هلبس واروح الشغل بتاعي ولما ارجع بالليل طلعنا عند حماتي وحصور لكم احلى روتين بالليل في صهرة الخميس عند حماة هتعمل مننا؟ ايه ده بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه عشان هتعليك الجمور بتاعي؟ من لما فتير تعمل فتير وحنا بنلين ايه وانتي بدنا؟ اه احنا بنلين ايه لنا اصبوع لنا اصبوع بنلين ايه احنا؟ ينفع كده طيب؟ مش نفسوكو في الفتير؟ ايه نفسوكو في الفتير؟ بسا جايبين في الدكتور مينفعش كده؟ في حاجة يعني تكون نفسوكو فيها طب يعني نفسوكو فيها طب يعني نفسينا تيجي على تعبك؟ اعبت تخوها بقى يا حبيبين؟ اتعبتوا بقى يا حبيبين؟ اتعبتوا بقى يا حبيبين؟ تخوها تقومة وكده حبيبي بعد ما رجحت من المحل لقيت ايه؟ حماتي عمالنا المفاجأة الحلوة دي احلى فتير من ايديها والله العظيم يا جماعة هي تعبانة والله العظيم ورحين بيها الدكتور ما اقول لكمش جميع جميع التخصصات رح تكشفت عندها والله العظيم بس اول ما قلنا نفسينا في فتير رح تقيمة على طول عجنة العجينة وزي ما انتم شايفين هو بصراحة الفتير من ايديها بيبقى له طعم تاني اه والله زي ما بقول لكم ما شاء الله ربنا اديها الصحة والعافية وراح تلبلي يا ربي كده ويخليها لنا كده كانت هي وقاية ومباسل عملين يفردوا قصات بعض في الايه وقطعوها لها وكان بصراحة كانت ضحكة ليه الركاب عليهم اول ما يحط ايدهم في الفتير يقطعوها لها على طول تفضل تقولهم حرم عليكم بالراحة طبعا انتم عارفين بقى الجيل الجديد بقى ايه حامي شوية يعني بس كده اه دي هتطبقها ويحط سمنة بلدي هيكت بتقول لكم في الفيديو على فكرة بس احنا كنا بنتكلم كلنا فكان صوت الفيديو ده وشف اقلت اسجل لكم كانت حتى سمنة بلدي على ايه شوية زد صغيرين وده اسمه المطبق المطبق السعيد عشان بصوا هو بيتطبق هيع فردته قدامكم وطبقته فمسموش الفتير المشالتت لا الفتير المشالتت استنوا بقى انا هعمل هرقا بص بقى الفتير المشالتت ده المشالتت بقى ده المشالتت الفلاح بتحطي واحدة جوا واحدة جوا واحدة تتقطع منك مفيش اي مشكلة ما همكيش ايوة هنعمل يعني هنعمل بند الترابيزة بتاعتي مادة دهنية وبفضل بقى افرد ايوة بص بتتقطع زي الفل حلوة جميلة والله العزيم يا جماعة والله العزيم اللمة حلوة والصح بقى احلى والايام دي كلها مش هتتعود بعد كده والله الام والحمى لازم كل واحدة فيكم تعمل لها يوم وتروح تقضيها عندها هي والام والحمى مش محتاجة مننا اي حاجة اللي محتاجين كلمة حلوة كلمة طيبة مقابلة كده يعني فاهمين انتو فربنا يخليلكو يا رب امهاتكم واباهاتكم وحمواتكم وربنا يديم المعروف يا رب كده واللمة حلوة بصوا كده كنا عايزين بالسكر بقى فانا بقنا نفرد طبعا ايا وعميتها هم اللي كانوا عايزين بالسكر فحعطنا لهم ايه رشة سكر من جوه الفطيرة كده وطبعا كله بيعمل بقى بصوا كله بيطبق ويعمل يلا بقى هم مسافرة وهعمل حفلة اهو كده تلع من الفرن ده بتاع ايه حمادي بقى بصوا المعلم معلم يعني في الفرن ما شاء الله كده بيتنفق جوه الفرن بصوا اهو بس كان سخن طبعا ما كنش عارفين ايه موسيقى موسيقى